تحياتي للجميع معك وأبو ميلاد في فيديو جديد بعد انقطاع لفترة زمنية قررت أن أستمر في شرحي لبرنامج Lightroom اليوم سوف يكون الدرس الخامس عشر قبل البدء إذا كنت مشترك جديد لقناتي أنصحك أن تشاهد الدروس السابقة الرابط في الأسفل هناك 14 درس مهم جدا أن تشاهد الدروس السابقة حتى تستمر معي في هذا الشرح فمهم جدا مرة أخرى أن تشاهد الدروس السابقة اليوم سأتحدث عن موضوع مهم جدا وهو الأسود والأبيض أقصد الصور التي باللون الأسود والأبيض عمليا هذا عالم قائم بحد ذاته شخصيا أحب تصوير أو أحب الصور التي هي بالأسود والأبيض مهم جدا أن تعرف أنك تستطيع أن تصور أسود وأبيض من خلال الكاميرا شخصيا لا أنصح بذلك لأنه في حالة إذا صورت صور جيبيك أسود وأبيض في الكاميرا فأنك لا تستطيع أن تعيد الصورة إلى الألوان فمفضل جدا أن تصور الصورة بالألوان وبصيغة رو طبعا تحدثت عن ملفات رو في عدة دروس السابقة وبعد ذلك تقوم بمعالجة هذه الصورة عبر برنامج اللايتروم أو الفوتشوب أيضا قضية معالجة الصور بالأسود والأبيض هي فن قائم بحد ذاته ففي هذا الدرس سوف أعطيكم الأدوات مهم جدا أن تتدربوا عليها وأيضا مهم جدا أن تشاهدوا أعمال الآخرين في الأسود والأبيض لكي تتعرفوا عليها وأيضا لكي تستقوا الأفقار من هذه الصور فدعنا نبدأ عمليا هناك عدة طرق لتحويل الصورة بالأسود والأبيض ممكن عن طريق تقليل التشبع الصورة فعمليا تلاحظوا كيف أن الصورة تحولت إلى أسود والأبيض ولكن في هذه الطريقة هي ليست الأمثل أو الأصح لأنه أريد طريقة أيضا أستطيع أن تتحكم بالألوان حتى لو كانت الصورة أسود والأبيض فدعني روكوا كيف مهم جدا أن تلاحظوا أنني موجود في قسم develop أي تطوير فتلاحظوا في هذه المنطقة هنا يوجد black and white أسود وأبيض سوف أضطط عليها فعمليا الصورة سوف تتحود إلى أسود وأبيض أيضا إذا كنت بالنزول إلى الأسفل في هذه المنطقة طبعا تحدثت عن هذه الاعدادات في هذه المنطقة في درس السادس وهو تعلق بتشبع وحيوية الألوان أنصحكم أن تشاهدوا الدرس السادس فعمليا تلاحظوا أنني موجود في b and w أي black and white أي أسود وأبيض فعمليا تلاحظوا أن هناك عندي إمكانيات لتحكم بالألوان مع أنني موجود في أسود وأبيض فعمليا كيف أتحكم بالألوان ولا يوجد ألوان في الصورة وهي فقط أسود وأبيض في هذه الاعدادات سوف أتحكم بشدة اللون في الأسود والأبيض يعني إذا عدنا إلى الألوان تلاحظوا في الصورة هنا يوجد عندي الأخضر عندما أنتقل إلى الأسود والأبيض أستطيع أن أتحكم باللون الأخضر ولكن في هذه الحالة بشدة اللون هل أريد أن يكون فاتح أو غامر هذا الأمر سوف يساعدني جدا على تحكم بالصورة في الأسود والأبيض تلاحظوا كيف تلاحظوا أن في هذه الصورة يوجد عندي اللون الشعر الأحمر في هذه المنطقة أيضا تلاحظوا اللون الأخضر أيضا يوجد لون أصفر وأيضا يوجد لون أزرق فدعنا نذهب إلى الأسود والأبيض فالآن سوف أقوم بزيادة اللون الأخضر تلاحظوا في هذه المنطقة هنا تلاحظوا الفرق عندما أقل اللون الأخضر كيف تصبح غامقة وكيف تصبح فاتحة الصورة ككل لاحظوا الفرق فتلاحظوا بهذه الطريقة أستطيع أن أبرز المنطقة الخضراء في الصورة هل أريدها أن تكون فاتحة أو غامقة وهذا الأمر يساعد على التحكم بالصورة أيضا عندي لون أزرق سوف أقوم بتقليل لون أزرق لاحظوا المنطقة هنا سوف أزيد أقل الأزرق وسوف أزيد الأزرق طبعا هذا الأمر يساعدني على تحكم بتفاصيل هذه المنطقة دعا نقول أنني أريد أن تكون بهذا الشكل أيضا في الصورة عندي لون أحمر تلاحظوا لون شعر الفتاة فتلاحظوا الفرق فدعا نقول أن أريد أن تكون غامقة بعض الشيء أيضا في الصورة عندي لون أصفر تلاحظوا كم كمية الأصفر سوف أقوم بتغميق لون الأصفر في الصورة فتلاحظوا كيف أن الصورة اختلفت الآن سوف أقوم بإرجاع كل القيم لسابق عهدها وسوف أقدم لكم هذه النصيحة عندما تريد أن تشتغل باللون الأسود والأبيض أنصحك أن تقوم بعمل نسخ لنفس الصورة أي نسخة أخرى لهذه الصورة فعملياً بالضغط على منتصف الصورة من ثم اختيار كريت كوبي أي عمل نسخة لاحظوا أن أصبح لدي هنا في هذه المنطقة نسخة لنفس الصورة وذلك لكي تقارن الصورة قبل وبعد فالآن سوف أقوم بالعمل على الصورة الأصلية وأقوم بتحويل الصورة إلى أسود وأبيض بشكل سريع لاحظوا التغييرات فعملياً سوف أقوم بتقليل لون الأصفر تقليل لون الأخضر وتقليل لون الأزرق سوف أقوم بتقليل لون الزاري بعض الشيء أيضاً مجنتا إلى حد معين بهذا الشكل فعملياً تلاحظ الصورة الآن كيف هي لون الأسود وأبيض وكيف كانت بالألوان فتلاحظوا كيف أن الفتاة تم إبراز الفتاة بشكل أكبر تلاحظوا قبل وتلاحظوا بعد أيضاً نسخة الثانية سوف أحولها إلى أسود وأبيض تلاحظوا كيف تلاحظوا الفرق بين الصورتين فتلاحظوا الفرق الدراماتي في الصورة هنا نقطة مهمة جداً لا يجد هنا صح أو خطأ دائماً أتحدث عن هذا الأمر لا يجد صح أو خطأ في تعديل الصور الأمر يعتمد على ذوقك الخاص وأيضاً الزبون وأيضاً فكتك وهدفك في الصورة ففي هذه الحالة بنصحك تجرب كل الإمكانيات تعمل عدة نسخ ومن ثم تقارن أيضاً طريقة لرؤية الصورة قبل وبعد بالضغط على هذا المفتاح الموجود هنا تلاحظوا في هذه المنطقة فتلاحظوا قبل وتلاحظوا بعد قبل وبعد دعنا ننتقل إلى صورة أخرى هذه الصورة في هذه الصورة سوف أقوم باستعمال عدة أمور ليس فقط الأسود والأبيض وإنما سوف أستعمل بعض الأدوات الموجودة هنا طبعاً تحدثت عن هذه الأدوات في فيديوهات سابقة أنسحكم أن تشاهدوا هذه الفيديوهات عملياً في هذه الصورة أريد أن يكون هناك خط أو ألوان تؤدي إلى المنتصف أي المنتصف أي مكان وجود الصبي فعملياً دعنا نحول أول أمر الصورة إلى أسود وأبيض مرة أخر أستطيع الضغط هنا أو أستطيع أن أضغط هنا black and white أيضاً مهم جداً أن نتذكر أن في الصورة يوجد هناك لون دعنا نقول أخضر أزرق وأصفر فعملياً هذه الألوان التي سوف أقوم بتعديلها أولاً سوف أقوم بتقليل أصفر أيضاً سوف أقوم بتقليل الأزرق والأخضر فلاحظوا الصورة قبل وبعد قبل وبعد أيضاً هنا سوف أستخدم الفرشات في الأعلى هنا سوف أقوم بطلاء منطقة الصبي في المنتصف هنا سوف أقوم بتقليل الظل تحت shadows أي الظل أو الظلال في هذه المنطقة لإبراز معالم الصبي بشكل أفضل فتلاحظوا الفرق أيضاً سوف أضيف بعض الكليرتي أو الوضوح لمنطقة الصبي أيضاً سوف أزيد التعرض في هذه المنطقة بعض الشيء ومن ثم سوف أضغط على done فدعنا نعود مرة أخرى لاحظوا قبل وبعد قبل وبعد أيضاً سوف أقوم باستعمال radio filter أو التأثير القطري سوف أختار هذه المنطقة الهدف هو أن أقوم بإضافة تضليل على أطراف الصورة فعملياً في هذه الحالة سوف أقوم بتقليل الexposure أو تعرض للصورة بهذا الشكل أيضاً سوف أضيف الكليرتي لاحظوا الآن الصورة قبل وبعد هذه الصورة قبل وهذه بعد طبعاً أرى أن هذا التعديل يناسب ذوقي مرة أخرى هنا ليجل صحبة خطأ وأيضاً هنا لا أدعوكم لعمل نفس التعديل ولكن فقط أوضح الفكرة بطريقة تعديل الصورة إلى اللون الأسود والأبيض مثال آخر في هذه الصورة في هذه الصورة بشكل سريع عندي لون أخضر أيضاً لون أحمر بعض الزهري وأيضاً الأزرق سوف أقوم بعمل نسخة أخرى للصورة بشكل سريع سوف أقوم بتحويل النسخة الأصلية إلى الأسود والأبيض كما ذكت بالسابق والآن سوف أقوم بتقليل اللون الأزرق في الصورة أيضاً اللون الأصفر الأخضر وسوف أقوم بزيادة اللون الأحمر في الصورة فلاحظوا الصورة قبل وبعد تلاحظوا في منطقة الوجه كيف أن تعبير الوجه اختلفت مثال آخر هنا نفس الأمر أريد أن أركز على الرجل الموجود في المنتصف أولاً سوف أأتي إلى الأعلى سوف أقوم بزيادة الإكسبوجر في الصورة سوف أقلل الظل في الصورة سوف أزيد حدة تفاصيل التباين بعض القليل وأيضاً الكليرتي في الصورة بهذا الشكل الآن سوف أختار إداءة الراديو أو الإداءة الكترية سوف أختار المنتصف بهذا الشكل سوف أقوم بتقليل الإكسبوجر في هذه الصورة طبعاً لتركيز نظر المشاهد على الرجل الموجود في المنتصف أيضاً سوف أقوم بتقليل الشادو وزيادة الكليرتي بهذا الشكل فعملياً أصبح عندي هذه الصورة دعنا نتذكر الألوان فعملياً هنا في الصورة يوجد عندي لون أصفر برتقالي وأخضر سوف أحاول تغيير هذه الألوان وسوف نرى ماذا سوف ينتج معنا سوف أقوم بتقليل البرتقالي بعض الشيء سوف أقلل لون الأصفر وسوف أزيد لون الأزرق أيضاً هناك بعض اللون الأحمر سوف أقلل لون الأحمر بهذا الشكل فعملياً أصبح عندي هذه الصورة سوف أريكه قبل وبعد هذه قبل وهذه بعد هذه قبل وهذه بعد مثال آخر وأيضاً طريقة أخرى لمعالجة الصور وتحويلها إلى الأسود والأبيض وذلك عن طريق البريست تحدثت السابق في درس خاص عن البريست فلذاً نصحكم أن تشاهدوا الدروس السابقة بشكل سريع البريست هي حزمة من التعديلات والأوامر ممكن تنفيذها دفعة واحدة على الصور طبعاً هذه الحزمة ممكن تشمل أي تغيير في اللايتروم واللايتروم يأتي مع ثلاث مجموعات مخصصة للأسود والأبيض عملياً إذا أردتم أن تستعملوا هذه المجموعات وأنصحكم أن تجربوها عليكم أن تكونوا في قسم develop أي تطبير من ثم تلاحظوا هنا في هذه المنطقة هذه المجموعة وهذه المجموعة وهذه المجموعة هي مجموعات لبريست مخصصة للأسود والأبيض وفي كل مجموعة يوجد عدة بريست فعملياً عندي هذه الصورة فقط علي أن أختار أي بريست من هذه المجموعة وتطبيقه دعنا مثلاً نستعمل هذا فتلاحظوا التغيير مثال آخر فمرة أخرى أنصحكم أن تجربوا هذه للبريست أيضاً ملاحظة بالنسبة للبريست هي كما ذكت هي مجموعة من التعديلات في حزمة واحدة فشخصياً أستعمل البريست أحياناً كأساس لتطوير أو لمعالج الصور فمثلاً دعنا نقول أنني سوف أختار هذا البريست وحصلت على هذا المنظر ومن هنا أريد أن أستمر في التطوير فممكن أعمل تضليل قطري أو الدائرة قطرية وأقوم بتقليل الأكسبوجر أو تعرض للضوء بهذا الشكل وأيضاً تقليل الكليرتي بهذا الشكل ومن ثم سوف أستعمل فرشاء سوف أقوم بتضليل وجه الشخص بهذا الشكل كما تلاحظ قم بتضليل وجه الرجل بهذا الشكل وسوف أقلل الظل في الصورة بهذا الشكل ممكن أزيد الكليرتي أو الوضوح بهذا الشكل فتلاحظ الصورة النهائية التي حصلت عليها سوف أريك قبل وبعد هذه الصورة الأصلية وهذه الصورة بعد التعديل تلاحظ الفرق بين هذه وهذه فكما ذكرت أنا أستعمل البريست كأساس لتطوير الصورة فأقوم بتطبيق البريست ومن ثم أقوم بإضافة تعديلات أخرى فوق البريست فمرة أخرى هذا توضيح لكيفية تعامل مع الصور بالأسود والأبيض في اللايت روم مرة أخرى الموضوع الأسود الأبيض هو موضوع فن قائم بحد ذاته وشخصيا أعتبر الصور بالأسود والأبيض هي جدا تعبيرية وتحتاج لذوق وفن عالي فمنصحكم جربوا هذه الأمور تتدربوا على جميع هذه الأدوات وإذا في أي شخص عنده سؤال بتعلق في هذا الدرس أو دروس أخرى بنصحوا يرسلني على صفحتي على الفيسبوك أو يترك تعليق في أسفل الفيديو أيضا أنصح جميع بعمل مشاركة للفيديو وتشجيع الآخرين على الاشتراك في قناتي في النهاية بتمنى للجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد